السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واصدقائنا الكرام أهلا وسهلا فيكم جديد نعود معكم للعبة هاي دير راح أوريكم حاجة اليوم موجودة وأتوقع في الكثير من المزارع راح يحصلون على هذه الميزة وهي توظيف أرنيست أو روز اليوم مجاني حصلت لي كذا مزرعة من مزارعي فيها العرض موجود ومجاني خلونا نروح نشوف أصدقائنا اليوم عندنا روز تقريبا في المزرعة هذه مجانية وعندي في مزرعة ثانية حصلت أرنيست كذلك مجاني وفي مزرعة حصلت الأثنين هم مجاني المزرعة هذه حصلت فيها الأثنين مجاني وظفت روز والآن جاري توظيف أرنيست كذلك مجاني المدة تقريبا ممكن راح تكون شوفوا ثنين يوم واثنين وعشرين ساعة توني موظف روز وأتوقع أرنيست كذلك راح يمكن يكون كذلك ثلاث أيام أقدر أوظفه واستفيد منه توظيف روز وتوظيف أرنيست راح يساعدوننا بتوفير الكثير من الموارد الخاصة والعناصر الأساسية للإنتاج من الآلات ورز راح تهتم بالحيوانات اللي موجودة عندنا وتوفر لنا الحليب والبيض والصوف وكذلك لحوم الخنازير أما أرنيست فشغلتها راح يكون في معمل الألبان وطواحين السكر فأرنيست يحتاج إلى قصب سكر لإنتاج أنواع السكر بالألبني والأبيض وشراب السكر وكذلك راح يهتم بتشغيل معمل الألبان وبكذا راح تتوفر عندنا عناصر أساسية لإنتاج ودعم الآلات الموجودة في مزرعتنا اتمنى لكم التوفيق أصدقائنا بهذه العروض الموجودة لكن لا تنسون روحوا وشوفوا فوق في المسكن الخاص بروز وأرنيست هل اليوم عندكم الميزة هذه ميزة التشغيل المجاني أو ما يوجد هذا مسكنهم تقدر تضغط عليهم وتقدر تعرف المجاني منهم خذ المجاني منهم وترك عنك الباقي راح أوظف روز الآن وهناك المزرعة الثانية وظفت روز وراح أوظف أرنيست أنا أفضل دائما توظيف شوف لما تضغط عليه راح يبين لك هناك ثلاثة من الأيام مجاني يلا يا روز توظفي وروح أن تحدد الموارد اللي أنت بحتاجها لتجميحها من الحيوانات من الحظائر وبكذا أنت قمت بدور مهم لكن لا ننسى أصدقائنا إذا جيت توظف روز لابد أنك توفر لها كذلك القمح الذرة صوية والجزر لأنها هي أساسا روز شغلتها تدير كذلك الحيوانات الأليفة اللي موجودة عندنا في المزرعة فهي راح تجملك البيض والحليب واللحوم والصوف وفي المقابل راح تطعم الحيوانات كيف نوظف روز كذلك يخليها تطعم الحيوانات أو لا تطعم الحيوانات نرجع مرة ثانية للبيت ونروح نضغط عليها ونشوف هناك لما نضغط على علامة الترس نشوف أطعم كل الحيوانات واحتفظ بعلف إضافي يعني هي راح تاخذ العناصر الأساسية من هذه الحيوانات مثل ألبان وبيض واللحوم والصوف وراح تطعمهم كذلك هي راح تكون مسؤولة عن طاحونات الأعلاف فطاحونات الأعلاف نشوف أنها صورة روز على الأعلاف فهي تنتج النواقص الموجودة عندنا شكرا يا روز وشكرا يا هايدي على هذه الميزة اللي حصلتها عليها اليوم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة